الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الله أكبر يا أخي شرف عظيم له أن يواجه world disease to include on his highness's in valuable time لا للا للا لابدن ما في زحمه ولا في شغال ابدا هو نحن لنا حاجة فيه هو وحاجة فيه ما يكنه رميله أنا محظوف أن أتيحت للفرصة للتعرف عليك عن قرب شيخ أحمد دداد دون حرج لدي أقول لك أنت إنسان ظاهرة فرضت نفسها بجدارة واقتضار ترجمة نانسي قنقر 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 في القرآن أنا أسألهم أنا أسألهم إذا أردت أن تقتلني أجل أن أتبع فى مرة أخرى القرآن القرآن أتبع أن أنه يمسيال وأنا أؤمن في كيفية تقول أن أنه يكون روان من روان و هو روان من لوران و هو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نحن نؤمن انه المسيح ونحن نؤمن بميلاده المعجز الذي ينكره كثير من المسيحيين في عالم اليوم ونحن نؤمن انه احيا الموت باذن الله وانه كان يبرئ الاكمه والابرص باذن الله نحن نتفق مع المسيحيين في هذا اما الذي يفرق بيننا في السبل واما الفرق الحقيقي الوحيد بين المسلمين والمسيحيين فهو اننا نقول بانه ليس الله العلي متجسدا في هيئة البشر وانه ليس تجسيدا للاله وهو ليس الابن الذي ولده الله مجازا نحن جميعا اطفال الله وعياله الطيبون منا والاشرار وعلى هذا الاساس ممكن ان يكون عيسى اقرب منا في البنوة لله لانه اكثرنا اخلاصا لله اكثر من اي واحد مننا من هذه الناحية قد نقبل ان ننظر اليه باعتباره ابنا لله ولكننا لا نقول بما يقوله المسيحيون من انه الابن الوحيد المولود لله وانه ولد الله وليس خلق الله شيخ احمد دينات احييك وارحب بك باسم المشاهدين والان اعتقد ان من حق المشاهدين عليك ان يتعرفوا على جوانب شخصية وخاصة بالنسبة لاحمد دينات من تاريخ حياة احمد دينات من نشأته في بداياته ومسيرته وكيف وصل الى ما وصل اليه ولدت في الهند في عام 1918 الميلادي شهر السلام نهاية الحرب العالمية الاولى وكما نشأت هناك كان والدي حينها في جنوب افريقيا لم ارى والدي لانه غادر البلد عندما كنت صغيرا جدا وكلما ترارعت كانت الاحوال كنا نعيش في حالة مجاعة ومصغبة وعندما بلغت التاسعة طلبني والدي لجنوب افريقيا وفي عام 1927 وفي التاسعة من عمري حبطت في جنوب افريقيا وقبل ان تصل والدتي الى ذلك البلد للحاق بالعائلة توفيت في الهند وهكذا فاني ووالدي كنا الصاحبين الوحيدين وذهبت في المدرسة تلقيت تعليم الابتدائي وبسبب الفقر اضطررت للعمل باسرع ما يمكن وهكذا بدأت في العمل في دكان حوالي 25 ميلا خارج مدينة دربان وعلى الجانب الاخري المقابل الوادي من الدكان كان هناك تبشرية مسيحية وكان المبشرون الذين كانوا يتدربون على كيفية مواجهة المسلمين كيفية تنصير المسلمين يأتون الى الدكان للقيام بالتسوق العادي شراء السكر والملح والارز والدقيق أشياء كهذه ولكن عندما يأتون كانوا يمارسون علي وعلى العاملين الآخرين ما تعلموا كانوا يسألون أسئلة كهذه يواجهونني بها وأنت يا هذا هل تعلم أن نبيك محمد كانت له زوجات كسيرات ولم أكن أعلم أي شيء عن ذلك يواصلون هل تعلم أن نبيك محمد نقل قرآنه من اليهود والمسيحيين ولم أكن أعلم شيئا عن هذا يقولون نبيك محمد أرغم الناس على قبل الإسلام بالسيف وإن لم تقبلوا الإسلام فإن يقطع روسكم وهكذا أرغمهم على الإسلام لم أكن أعلم شيئا عن ذلك الشيء الوحيد الذي كنت أعرفه عن الإسلام أنني مسلم وقلت الشهادة نسميها الكلمة الشهادة ولو أنك قابلتني في ذلك الوقت لسألتك من أين أنت أنت من الإمارات ومن تكون أكون مسلما فتقول أنا مسلم هل قلت الشهادة فإذا كنت تقول الشهادة إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله اكتست الامتحان تكون بالنسبة لي مسلم إذا لم تتمكن من قول ذلك فأنت لست مسلما إذا تلفظت بذلك فأنت مسلم ماذا كانت تعني لما كن أعلم كانت كمعادلة سحرية من قالها مسلم يقول يصطع قولها فليس مسلما وهكذا كان علمي على الإسلام صليتك ما صلى أبي وصلتك ما صلى وعرفت أننا نحن المسلمين لا نأكل الخزير ولا نشرب الخمر ولا نقامر ولا نقراقص وأشياء كثيرة كهذه هذا كان مبلغ علمي بالإسلام ولكن هؤلاء الناس كانوا منغصون حياتي ولم يكن ثمة مخرج إما أن أترك العمل وأهرب أو واجههم ولكن لا يمكن المواجهة من غير معرفة ولكن الله مسبب الأسباب هو الذي يخلق الظروف فقد خلق فيه عطشا للقراءة يمكن أن يكون السبب الوحدة أنا وأبي ماذا كان يمكن أن نتحدث عنه كلا أنا فقط نذهب للأكل في المطعم ونعود للنوم في المنزل الذين تقاسمهم مع ناس آخرين ماذا نقول لبعضنا لا شيء وهكذا فقد نمى عندي التعطش للقراءة لا بد أن أقرأ أي شيء كل شيء أذهب للمكتب أقرأ كل المجلات أقرأ كل الكتب وجاء وقت صعب علي فيه أن أجد كتاب لم أقرأه هذا قرأته هذا فريقت منه كان من الصعب علي إيجاد كتاب في المكتب لم تجري عيني عليه وهكذا كان تعطشي فقادني لأجد كتاب اسمه إزهار الحق وغير هذا الكتاب حياتي شيخ أحمد ديداد في بداية حياتك العملية تعرضت مثل الكثيرين في جنوب أفريقيا للحملات التبشيرية لكنك بخلاف الكثيرين سلكت مسلكا واتجهت اتجاها خاصا ومغايرة فجابهت وواجهت وحاورت مجتهدا في ذلك بأقصى ما تستطيع هل في طفولتك وفي نشأتك ما يفسر لنا ذلك أظن أن البداية الحقيقية لهذا كانت في جيناتي التي ورستها عن أبي وأمي والدي كان إنسانا متحفزا جدا كان محاربا كان محاربا كان والدي محاربا ودائما في نطاق العائلة وخارجه كان محاربا ويجوز أنني ورست بعض هذه الروح ولكني افتقرت إلى القوة الجسمانية لأني كنت أتدور جوعا ورست هيكلا هيكلا عظيما في أمي وأمي ولكن لأني كنت أتدور جوعا ما كان عندي القوة لأظهر تحفزي وقوتي وهكذا كان علي أن أجد محاربا مع أصدقائي عندما كنا نتصارع عرفت عن أصدقائي كانوا أقوى مني وكانوا يغلبونني دائما كانوا في حجمي في كل شيء في عمري وكانوا يغلبونني ويغلبونني وهكذا قلت لابد أن أجد مخرجا والمخرج كان أن أتعلم الجد لأن القوة لم تكن هناك لابد من اكتساب المقدرة والكيفية وتعلمت الجد والآن بادأتهم هيا يا رجل فلنبدأ هراكا فلنتصارع ولما كانوا دائما أقوى مني ولكن بسبب الفن الذي تعلمته صار بإمكان التغلب عليهم في قبضة يقول لهم استسلم مرة أخرى في قبضة مرة أخرى أدعوهم لاستسلام ما كانوا يعرفون ماذا حدث كيف يستطيع هذا فعل ذلك ولكن كانت هذه الدربة التي كسبتها لتعويض ضحف الجسماني بعد ذلك من ناحية الذهنية ونظرا لأنني لم يكن لي رفيق لا أخ لا أخت لا أحد معي لا أسرى ما عدا والدي يذهب للعمل ويتركني وحدي عندما سأبت المدرسة وعود الوقت الوحيد لقاهي على مائدة الطعام في المطعم وقت الأكل ولم يكن مالك محادثة مع أبي وعن ماذا كنا نتحدث وهكذا صارت القراءة هوايتي هاجسي لا أستطيع المقاومة كل ما رأيته شيئا مكتوبا لا بد أن أقرأ تماما كالمرض كالمرض وهكذا فإن هذا الإدمان على القراءة ولم أكن أعلم أن الله أرادني أن أقرأ وأن أول كلمات الوحي التنزيل التي نزلت على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كانت إقرأ لم أكن أعلم شيئا عن ذلك ولكن كان عندي ذلك الميل الطبيعي بصورة القراءة وهكذا قرأت وقرأت أكثر من كل رفقائي وزملائي في المدرسة وكنت لهذا متفوقا عليهم لأن حصيلتي اللغوية كانت أكثر وهكذا وطبيعي أنني كنت عند الحديث والنقاش والمناظرة كنت متفوقا على أصدقائي بسبب قراءتي ولكن لم أكن أعلم ذلك ولكن ذلك قادني إليه وهكذا توصل الحال فإن كان هناك مناظرة أتقول فيها بل أطلبها أطلب المناظرة مع الأصدقاء أناظر وأناقش وهكذا حتى كما تقول رميت في فم السبب في المركز التبشير المذكور عنفا والآن يتحدان المناصرون هم يتحدوني وأنا عند السلاح الله تعالى أنعم علي بالقدرة والعتاد لحماية نفسي هكذا الكتاب الذي تكلمت عنه إصحار الحق كتبه الشيخ رحمة الله الهندي عربي لتسليح المسلمين الهنود ضد المبشرين المسيحيين ولما هزم البريطانيون الهند أدركوا أنه وإن كان هناك من يسبب لهم المشاكل في أي وقت فهم المسلمون لأن السلطة والحكم والهيمنة قد نزعت من أيديهم والذين زاقوا طعم السلطة سيسعون إليها مرة أخرى الهندوس في ذلك الوقت علم البريطانيون أنهم أطوع كالأبقار التي يعبدونها ولم يكن هناك خطر في ذلك الجانب الخطر الوحيط والمسلم وأكذا فقد ظنوا أنهم إذا نصروا المسلمين وأجروا المسلمين على إدارة خدودهم كما قال عيسى عليه السلام لأنه لم يكن شريرا فلذي يصعق لأخذك الأيمن فاعطي الأيسر أجعل المسلمين يدرون الخد الآخر ولك أن تحكم الهند لمدة ألف عام واستنادا على هذه الفلسفة بدأوا يتدفقون المبشرون إلى الهند كالضفاضع في موسم المطر وبدأوا في تحدي المسلمين في المناظرات مناظرات عامة وفتوحة في البداية تردد المسلمون لسببين أحدها اللغة لم يكنوا يعرفون الإنجليزية الثاني كان على هؤلاء الناس الإنجليز تغلبوا علينا لتوهم وإذا رفعنا أصواتنا عليهم فقد يرسلونا إلى جزر أندمن وهكذا مثل جزر روبين في جنوب أفريقيا هكذا هذا هكذا كان الصمت زهبا ولكن هؤلاء المبشرون تعلموا لغتنا أجادوا لغتنا بدأوا في تحدي المسلمين بلغتنا الخاصة تحدونا بلغتنا وحدثت المناظرات وهذا الكتاب هو السجل وعند قراءتي قلت نفسي هذه هي الإيابات على هجمات المبشرين المسيحيين وما تعلمتم من هذا الكتاب بدأت بالضغط على النصارى وصار ذلك هواية لقضاء الوقت هواية صباح كل أحد قبل الوصول إلى الدكان أنتظرهم عند الكنيسة المسيحيين وأسألهم أين تسهبون يوم الأحد بعد القدس سيكونون إلى مكان أين تسكنون فسهون لبيوتهم فأقول لهم الحدي عشر صباحا ونبدأ النقاش والمحادثة وكانت خطة بذلك الوقت كل نقطة يتبهى لصالحة إليه عشر وهكذا ما كنت أجيده وأحسن صنعه وهذا كذا طورت وسائلي التي تلت بعد ذلك ونبدأ من ذلك ونبدأ بذلك ونبدأ بذلك ونبدأ من الكلام التي تتبهروا الواضح يا شيخ أحمد يعني هل أنا محق في هذا أنك استفدت كثيرا من كتاب إظهار الحق وربما أثر هذا الكتاب في منهجك الذي اتبعته في الدعوة دعنا نتحدث عن منهجك ما هو منهجك في الدعوة والمواجهة ما هي القطوط المحورية التي تحرص على الالتزام بها في مواجهة الهجوم الذي يتعرض له المسلمون من حملات تبشيرية من غير المسلمين أظن أن الشيء الطبيعي بالنسبة لكل إنسان أن تدافع عن نفسك هكذا أمر طبيعي وتصرفته هكذا طبيعيا وإذا رفع أي إنسان حج الجودو كما ترى أحاول أن أستخدم قوة خصمي أستعمل قوته ضده هذا الجودو الوسيلة المهزبة للدفاع عن النفس لم يكن عندي القوى الكافية لهذا أستعمل قوة الخصم المجابه ضده وهكذا أيضا في المعارك الفكرية فمهما كانت قوته فلابد أن نستخدم قوته ضده في ذلك الوقت ولمدة طويلة من الزمن لما أكن أعلم أن الله تعالى أرادني أن أفعل ذلك أيضا مثل اقرأ أرادني أن أقرأ كنت أقرأ من غير أن أعرف الآية وهذا أمر طبيعي طبيعي أيضا الله يخبرنا حينما يدعي أحد شيئا شيئا منا نسأل عن برهانه قل هاتوا برهانكم أبرزوا برهانكم إن كنتم صادقين دعونا ننظر إلى شهاداتكم هذا أيضا بدأ لي طبيعيا بالنسبة لي الإسلام دين فطري فإذا تصرفت بفطرية تكون متبعا لأوامر الله فطري كنت مسترخيا كإبرة البوصلة أينما توجهت المغنطات توجهت والتعرف التصرف الطبيعي بالنسبة لي كان مهما يدعيه الخصم يخبرني أن الخطيئة موروسة لم أستطع وقتها رد عليه بالقرآن لم أكن أعرف القرآن في ذلك الوقت ألا تزر وزر 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 أخرى لم أكن أدري كل ذلك والشيء الذي كنت أسأله هو أين ماذا تقول ويقول المسيح إله فأقول ماذا يقول كتابك دعني أرى ما هو الادعاء يقول المسيح مات بالأجل خطاياك أقول أرني ماذا يقول كتابك ووجدت كل الإجابات هناك كأنني عرفت الآية هات برهانك معنى هذا أن الله يخبرنا أن هذا الشخص لا يملك البرهان اسألهم عن البرهانهم وكأنه يخبرني أن ليس عنده برهان وأتصرف بتلقائية فطرية ومن هذا التصرف التلقائي يكون كل شيء رد فعل التلقائي مهما يدعي أسئلة فقط أين كما حدث لي في عيد الميلاد الأخير صادف مجيء إلى البلاد في مساء عيد الميلاد ليلة الخامس والعشرين في أبوظبي ولقد كنت هنا قبل فترة مضى ولقد كنت هنا في الإمارات ثلاثة مرات في ثلاثة أسابيع حضوري عادة لهذا الجزء من العالم مر كل ثلاثة سنوات ولكن الزيارات الأخيرة إلى الإمارات زرت الإمارات ثلاثة مرات في ثلاثة أسابيع جئت إلى البلاد وخرجت منها وجئت مرة أخرى إلى البلاد وخرجت منها وجئت مرة ثالثة إلى البلاد وخرجت منها وغدا سأعود إلى بلادي ثلاثة مرات في ثلاثة أسابيع وكانت هذه مصادفة أن يكون حضور ليلة عيد الميلاد وفي كل مكان أرى عيد ميلاد الميلاد عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد سعيد كل شيء في الدكاكين في الفندق والموسيقى تصدح يبقوني مستيقظا حتى الثانية صباحا رجال ونساء يرقصون ويغنون ويصخبون ماذا يحدث فقلت أيها الناس ما تفعلون يقولون نحتفل بعيد الميلاد ولكن أريد أن أعرف وما ذلك الكريسمس معناه ميلاد المسيح اليوم الذي ولد فيه المسيح ولكني أسأل ما هو الكريسمس يوم الميلاد المسيح فأسأل ومتى ولد وطبيعا يقول الخامس والعشرين من ديسمبر لأن أكثر من بليوم مسيحي في العالم يحتفلون بيوم الخامس والعشرين من ديسمبر كيوم ميلاد عيسى المسيح عليه السلام هكذا الخامس والعشرين من ديسمبر لأنني أعرف برهانه الله يقول أسأل عن برهانه إني أعرف برهانه ومن ذلك العلم عندي أسأله هل يقول كتابك كتاب العهد هل يقول أنه يولد في الخامس والعشرين من ديسمبر فيصيبهم هذا بالدهشة طبيعي لأنهم لا يعرفون أنه اليوم يحتفلون به فأقول لهم لا يوجد شيء كهذا في الإنجليز كتاب العهد لا يوجد شيء اسمه أو الخامس والعشرين من ديسمبر من أين جاءوا بهذا أقول انتبه عيسى المسيح لم يولد في الخامس والعشرين من ديسمبر ثم أسأل ما هو يوم ميلاد يقول الشخص لي أنه الثلاثون من يونيو فأقول له دعنا نحتفل بيوم ميلادك في الأول من يناير لأنه من السهل تذكره للجميع والجميع يكون سعيدا فيقول لا هل تجمع على هذا فيقول لا ليس سعيدا بهذا يوم ميلادي هو الثلاثون من يونيو فأسأله ولكن عيسى المسيح هل ورد في الخامس والعشرين من ديسمبر القرآن الإنجلي يقولون عكس ذلك يقول ماذا أقول إنجليك والقرآن كلهما يقولون عكس ذلك وهذه فرصتي الآن لإصال رسالتي أي سبب يجعلني أوصل الرسالة أي سبب أن أجد الآن الحكمة ربنا يقول أدعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وهكذا وهكذا بالوسائل الحسنة وهكذا هذا ما أجده فأسألهم ماذا تقولون القرآن والإنجلي يتفقان عيسى المسيح لم يولد في الخامس والعشرين من نسمبر إذن ما هو الدليل الدليل هو أقول كما تعلم عندما ولد عيسى حسب ما ورد في الإنجيل حسب القديس لوقة العدد الثاني الإصحاح الثامن يخبرنا أن الليلة التي جاء فيها الملائكة وجدوا الرعاة كثيرون في البرية وأن الرعاة فان أخبروا أن الوليد وضعته برأة في بيت الأحن بشارة بميلاد عيسى المسيح الرعاة كانوا في المراعي ولكن الخامس والعشرين من ديسمبر يصادف نصف منتصف الشتاء في فلسطين لا يمكن لأي يهودي مهما كان أحمقا ليكون بالخارج في الحقول مع غنمه لأنه سيموت وغنمه من البرد فلابد أنها كانت ليلة دافئة ليكون الناس في العراء في الحقول ليس نصف الشتاء أشد أيام الشتاء بردا والقرآن الكريم أيضا يخبرنا في سورة مريم الآية الخامسة والعشرين أن ملاك الرب قد أمرها أن تأكل تأكل من التمر الذي بأعلى النخلة التي كانت تحتها لتقع عليها تهز النخلة لتقع عليها التمور لا تحتاج لتكون عربيا أن تعرف أن الرطب يطلب في نصف الصيف القرآن يقول أنها في منتصف الصيف والإنجل يقول أنها نصف الصيف ولكنكم تحتفلون به في منتصف الشتاء من أين جئتم بهذا هذا بالنسبة لي هي أكثر الوسائل الطبيعية وجمالا لإثبات رأيك من كتابه وكتابك تقول أنا معكم ولكن الآن وضح أنكم فارقتم الجادة وتحتفلون بالمناسبة في الخاوز العشرين من ديسمبر هذا ليس يوم ميلاد عيد المسيح من واقع خبرتك في الدعوة باللغة الإنجليزية واحتكاكك بغير المسلمين ما هي أساليب ووسائل غير المسلمين في التبشير في أوساط المسلمين في البداية كانت طريقتهم هي الهجوم يقول أن محمد نبي كاذب أن عنده نساكة يراك أنه نشر دينه بحد السيف وأن القرآن اختلاك كل هذه الأشياء يظنون أن يضلوا بها من يرتد ولكنهم لم يفلحوا بها أبدا وبعد ذلك جاء المستشرقون بوسائل من المستحدثة وطريقتهم هي مدح النبي يقول إنه رجل مخلص محمد صلى الله عليه وسلم رجل لا يقول صلى الله عليه وسلم يقول محمد رجل مخلص ولكنه نبي كاذب وهذا أمر يصعب التعامل معه رجل مخلص ولكنه نبي كاذب هذا هو المستشرق يقولون أنهم لا يجدوا كذبا وتضليلا متعمدا من جانبه يقصدون أن نبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يتعمد تضليل الناس ولكن الرجل المسكين كان أميا ومن غير قصد ضلل الناس يقولون أن نحن تعاطف معه هذا هو المستشرق ولكن المبشرين موجودون في الحقل وتعلموا وسائل جديدة منها مثلا يزورون المسلم كما في البلاد التي نحن فيها أقلية يحدث هذا يزورون بيت المسلم ورغم أننا لا نعرف أهلا وسهلا ولكن في عقليتنا نحن تماما كذلك كالعرب كل من يأتي نرحب به ومن غير أن نقولها فإن القهوة تجهز إنه عرف غير مكتوب المسلمون من أصل هندي أو باكستاني يقولون أهلا وحتى ولو كان الزائر ينوي قتل الزوج فإن الزوجة سوف تجهز له الشاي هذه سلوكياتنا كالعرب أهلا وسهلا وهكذا نطلب إليهم الجلوس ويبدأون الأخ منعم الأخ سلام هل تؤمن بعيسى؟ نعم إنه يعلم المدخل إنه يعلم الإجابات ويهيئك لشيء هذه طريقة جديدة هل تؤمن بعيسى؟ أنت تقول نعم أمني عيسى ليس مسلم من لا يؤمن بعيسى فيقول هل تعلم أن عيسى أن ربي عيسى من أعظم رسول الله؟ هل تقبل هذا؟ نعم 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 نقبل هذا هو يعلم الإجابة ولكنه يهيئك لشيء فتقول هل تعلم أن ربي عيسى ولد بمعجزة من غير تدخل بشري؟ هل تؤمن بذلك؟ فيقول المسلم نعم نعم فيقول هل ولد نبيك محمد هكذا؟ فيقول المسلم لا هل عنده أم وأب؟ يقول نعم مثلك ومثلي يقول المسلم نعم وهكذا وضع نقطة ومن غير أن يقول لك فإنه وضع عيسى درجة فوق محمد إنه لم يقول لك ذلك ولكنه قادك إليه يقول إن ربي عيسى مسيح مسيح مسايا باللغة الإنجليزية مسيح الله هل تقبل ذلك؟ ليس على المسلم إلا الموافق أقول نعم 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 أنه مسيح الله فهيسأل هل نبيك محمد مسيح الله؟ فيقول المسلم لا إنه رسول الله ولكنك ترى أن ربي عيسى مسيح ورسول في قرآنك المسيح عندنا المسيح هو رسول ونبي ومسيح في قرآنك فيقول المسلم نعم الأمر كذلك وهكذا مرة أخرى يسمي أن عيسى درجة أخرى فوق محمد ودرجة أخرى يقول إن ربي عيسى أحيى الموتى يقول نعم 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 بإذن الله يقول فليكن بإذن الله هل أعطى نبيك محمد أحيى أهل نبيك محمد أحيى الموتى بإذن الله؟ تقول لا أدري قد يكون هناك حديث ولكني لا أدري وهكذا يقول لك عيسى درجة فوق محمد فقال لك عين نبيك محمد فتقول في قبره في المدينة فيقول هل يمكن أن تكون عظامه قد بلية في القبر؟ فيقول المسلم لا نوم بحياة الأنبياء إنه حي في لحظة يقول هكذا أمر مظلون ولكن يجوز أن يكون جسده قد بلى فتقول يجوز فيسأل أين ربي عيسى؟ عيسى فتقول في السماء هل هو حي؟ فتقول هو حي هل هو آت؟ تقول هو آت مسمتا مرة أخرى أن عيسى درجة فوق محمد هل تعي القصد من كل ما يفعله؟ هل يفعل كل هذا بلا هدف؟ يقول بعد شهرين سوف يحتفلون بعيد الأطحى وعليكم بالأضحية فبماذا تضحون؟ كبشا أو شاتا أو بقرة أو بعيرا من غير عاها قرنه غير مكسور غير أعمى أو زنه غير مقطوع ليس بي عرج صحيح؟ يقول المسلم صحيح تبحث عن ضحية كاملة كاملة الأوصاف تقول نعم يقول ألا ترى أن الله تعالى عندما رضا يضحي عن خلقي هو سوف ينظر الخيار الأوضع لقد أثبت لك من يكون الخيار الأوضع محمد هو الخيار الأوضع كما يدعي حاول أن تجادله حاول بالنسبة للرجل العادي صعب جدا حتى المتعلم ليس هذا مجاله ولا يمكن أن يدخل في مثل هذه المعارك والإجابات سهلة فعليك أن تأخذ كتيباتي أحد كتيباتي عنوان المسيح في الإسلام وفيه الإجابة على كل ذلك تقلب عليهم المناطب والمواجع اقلب المواضع اقلب المناطب قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم هذه الحكمة هذه الحكمة لقد فقدنا القدرة لأننا لم نقم بها بالمهمة لمدة ألف عام وهذا فقدنا القدرة على ذلك إن الله سبحانه وتعالى قد خلق لي هذه الفرص والمصادفات هكذا لم أخطل شيء أبدا وهكذا فإن الله يضعني في كل هذه المستوات من أعلى إلى أعلى المناظرة مع السوقر لم تخطط مع الشرش لم تخطط كل عمالة ليست مخطط لها إنها تحدث تحت ضغط الأحوال ترغيمني على فعل هذا ذلك الكتاب الكتاب هذا الكتاب ذلك الكتاب كل هذه تمليه ظروف الأحوال شيخ أحمد أنت أثرتني وأعتقد أنك أثرت المشاهدين أيضا بما ذكرته عن المقارنة بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام على لسان المبشرين نريد منك الآن نريد منك الآن أن نعرف منك الرب ماذا نرد وماذا نقول كما قلت فالإجابات متوفرة في هذا الكتاب الذي ألفته كتاب صغير ولكن دني أعطيك مثالا مثالا فهو يقول أن عيسى مسيح ورسول في القرآن ونبيك رسول فقر هكذا هكذا قبضع لك هكذا الامر ولكن هذه الكلمة مسيح أسأله ماذا تعني مسيح ماذا تعني في اللغة ماذا تعني في اللغة العبرية مسيح تأتي من أصل كلم مسحة وفي العربية تأتي من أصل كلم مسحة مسحة يعني يلمس يدلك يدهن نحن المسلمين عندما نتهيئ للصلاة بالوضوء وعليه فإننا نبلل أيدينا بعد غسل وجوهنا ونمسح رؤوسنا وعناقنا ونفعل ذلك ونسميه مسحا مسحا لا أدري إذا كان العرب الآن يسمونه بغاية التسمية ولكن نحن الهود المسلمين نسميه مسحا نعم هكذا نسميه مسحا نفس الكلمة الموجودة في أصل كلمة مسيح وتعني أنك تمسح فوق شيء الكهان والملوك تم دهنهم ومسحهم أيضا بالدين المقدس والماء المقدس لبلوغ الدرجة وكل النبي لله مبارك وممسوح كذلك أيضا المسح بمعنى أنه تم تنصيبه لأن المسيح تعني المنصب وهذا ما تعني بالفعل وهذه الكلمة مسايا في الإنجيل تستعمل ليس فقط لسيدنا عيسى ولكن الآن هاتوا برهانكم برهانه هذه الكلمة استعملت لسايروس وهو وسني مشرك في كتاب أشعية وقال له أنت مسيحي ولكنهم بدل أن يضعوا كلمة مسيح يضعون ممسوحا واسأل ما هي الكلمة الأصل في العبرية لهذه الكلمة ممسوح هي مسايا الله تعالى يسمي مشركا كافرا مسيحا فإذا كان المشرك والكافر يمكن أن يكون مسيحا وهذا اللقب ليس له الوزن ليوضع في مكان علي ثم الكهان والملوك أيضا ممسوحون والكلمة في الإنجيل أيضا ممسوح مدهون وفي العبرية مسايا كلهم مدهونون ممسوحون أي معينون لوظيفة الغرض معين حتى القرون كانت مدهونة وممسوحة بالعبرية مسايا وهكذا جعل القرن مسيحا والأواني والأصح مسيحة أي جعلت مسيحة كيف تجعل الأواني والأصح مسيحا هذا يعني عندما تبتع للأسرة تقما للشاي لإخراجه لصبافة شخص كالسيد ديدات وفي الحالات العادية تستعمل أدوات الخاصة هذه في العبرية هذه الأواني الموضوعة جانبا تكون ممسوحة لغرض معين ما بالعبرية اسمه مسايا مسيح أقول إذن كل نبي مسيح كل نبي مبارك ولكن هناك نظام أن بعض الألقاب تستعمل بصورة خاصة لبعض الناس مثلا نتحدث عن خليل الله أسأل أي مسلم من هو خليل الله سيقول إبراهيم حضرة إبراهيم عليه السلام هو خليل الله هل كان موسى غير خليل؟ هل كان عدو لله موسى عليه السلام داود عليه السلام سلمان عليه السلام علي إساء عليه السلام محمد عليه السلام هل كانوا أعداه؟ كلهم كانوا أخلاء لله ولكن هذا اللقب نستعمله بصورة متميزة لسيدنا إبراهيم عليه السلام وكلهم كان خليل بعد ذلك نتكلم عن كلم الله من هو كلم الله؟ تقول موسى عليه السلام موسى عليه السلام هو كلم الله الله كلمه أو لم يكلم الله سيدنا عيسى أو لم يكلم الله سيدنا محمد صلى الله عليه السلام كلهم كلم الله ولكن هذا اللقب يستخدم بخصوصية لسيدنا موسى عليه السلام برغم أنه ينطبق على كل الأنبياء الذين نكلمهم الله هذا مثل ما نجد في لغة الناس في التاريخ الإنجليزي درسونا عن الفريد العظيم الفريد العظيم وماذا جعله الذي أحرق الكعكة ماذا جعله عظيم حرك الكعكة إنه لقب ونوطيه له ريتشاد قلب الأسد في التاريخ الإنجليزي علمونا بأنه قلب الأسد هل كان كل الملوك الإنجليز الآخرون قلوب دجاج هل كانوا جميعا قلوب دجاج هذا الشخص وحده قلب الأسد والجميع كلهم قلب دجاج لا 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 هو لقب استخدم له دون غيره هناك قلوب أسد قلوب أسود كثيرون حكام وملوك وهكذا فالألقاب تستعمل هكذا فعيسى عليه السلام فهذا لا يعني أن الآخرين غير مباركين غير ممسوحين غير معينين لوظيفة كما تعني هذه الكلمة حقيقة بالعبرية هذه هي الوسيلة السهلة لإعطاء الجواب سيدنا عيسى ولد من غير أب نعم والقرآن يعطينا الجواب لما مثل عيسى ليك مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون يقول نعم 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 ولكن آدم خلق من تراب وعيسى ولد كما تعلم مملود لله عيسى هو الابن الوحيد المولود لله مولود وليس مخلوق كيف يرد القرآن على هذا ويتكلم فأقول له انتبه أيها الرجل هل عيسى عليه السلام أعظم من محمد لأنه لا أب له يقول نعم ولكن آدم ليس له أب وليس له أم فأي من يكون أعظم من عيسى لا 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 ويقول له هناك شخص آخر في كتابك في كتاب العبرانيين في كتابك المقدس في كتاب العبرانيين العدد السابع الإصحاح الأول الإصحاح الأول يقول الملك الصادق الملك الصادق ملك صادق صالح في العبرية الملك الصادق كاهن سالم وتعني أرشاليم تقول إني أقرأ النص من كتابه المقدس من غير أب من غير أم بلا بداية بلا نهاية أقول هذه صفات الله الله وحده من غير بداية من غير نهاية لا أب لا أم هذا الشخص أريد وأنا أعرف لماذا لا تخدسونه فعيسى له أم أليس كذلك أمه حملته لمدة تسعة عشهر الإنجل وقت هذا نقول عندما كان عمره ثمنة لم تم ختانه وسموه عيسى سماه الملاك عيسى عندما كان في بطن أمه كان له أم هذا الرجل ليس له أم فإذا كان عيسى له أب هذا الشخص لي له أب أو أم فهو أعظم درجة من عيسى وكان لعيسى بداية في المزود كما تدعون وكانت له نهاية كما يبدو كما يبدو على الصليب نحن نؤمن به وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم نهاية كما يبدو كما تدعون على الصليب في بداية بداية في المزود هذا الرجل ليس له نهاية من الأعظم؟ عيسى من الملك الصادق بكل المعايير العقل يقول أن الملك الصادق أكثر وأعظم ولكن لا تسمع اسمه أبداً المسيحية لا تعرف هذا الرجل هذا موجود في كتابه أقول لا تجد وسيلة أحسن من التحدث للناس خيراً من استخدام خلفياته وخبراته هذه الحكمة والتي فشلنا في استخدامها وعند استخدامها فهي مسرة وممتعة وتعطيك من القوة والمتعة ما يمكنك من إنصار رسالتك من غير خلق جو عدواني ضدين حقيقي شيخ أحمد الحديث معك ممتع وشيخ إلى حد بعيد ولذلك سنتابع ونستمر في الحديث الحملات التبشيرية المضادة للإسلام بحكم اطلاعك وخبرتك ومعارفتك هل حققت بعض النجاح وأيضاً حملتهم بين الحملات التي يقومون بها في أوساط غير المسلمين هل حققت نجاحاً؟ نعم كما ترى المسيحيون يفاخرون ولا أظن أن تفاخرهم عن فراغ لأنه في بداية القرن التاسع عشر أفريقيا قارة أفريقيا كانت مسيحية بنسبة ثلاثة في المئة اليوم وصلوا إلى نسبة أربعين في المئة أربعون في المئة من أفريقيا مسيحية وعند نهاية هذا القرن عند حلول عام ألفين يريدون جعل أفريقيا قارة نصرانية وهناك كل الدلائل أنهم سوف يحققون ذلك في الباكستان يفاخرون بأنهم نصروا باكستاني منذ الاستقلال أكثر من القرن الماضي من حكم البريطاني في بنغلاديش نصروا من البنغلاديشيين منذ الاستقلال أكثر من القرن الماضي من حكم البريطاني وفي إندونيسيا يفاخرون بأنهم أدخلوا في النصرانية 15 مليون من الاندونيسيين وفي نهاية هذا القرن يريدون أن يجعل إندونيسيا أمة مسيحية هناك كل الدلائل تشير أنهم سوف ينجحون هناك مدن كثيرة في الباكستان والباكستانيون لا يدركون ذلك يفاخر المسيحيون بأن عندهم في كل مدينة لاك والكلمة لاك تعني في القرى الهندية كأنها تعني مليون عندما نقول لاك توحي بأنها مليون ولكنها في وقع الأمر تعني مئة ألف مئة ألف يعني أكثر من مئة ألف في كل منا كراتش أكثر مئة ألف مسيحي مولتار أكثر مئة ألف مسيحي لاهور أكثر مئة ألف مسيحي سيالكوت في حدود مع العدو أكثر مئتي ألف مسيحي وهناك مدن تسيرة وقرى في البنجاب فيها أكثر من المسيحيين من المسلمين هذا هو ما يدعون ويتفاخرون به وأعتقد أن تفاخرهم هيس ليس خاطئا إنهم يستحقون هذا النجاح لأنهم يعملون من أجله إنه من الصعب أن تتخيل أن من غير الممكن من المسلم أن يتخيل حجم العمل الذي يجري إنجازه إن سمحتم أنا سأعطيكم مثال من مجموعة صغيرة مجموعة صغيرة من المسيحيين إنهم يسمون أنفسهم شهود يهوى كانت بدايتهم في أمريكا منذ مئة عام مضى هذه المجموعة الصغيرة من المسيحيين بلغ عددهم مليونون في العالم اليوم بالكاد مليونان عندهم مجلة اسمها ويتشتوى عندهم مجلة اسمها وبرج المراقبة عندهم فيها مملكة جهوى برج المراقبة ويعطون أرقاما هنا أن متوسط المطبوع لكل طبعة هو ثلاثة عشر مليون وخمسة واربعين ألفا مجلة وليس إصدار كهذا ثلاثين مليون وخمسة واربعين ألف مجلة في الشهر مئة وأربعة بمئة وأربعة لغة بما فيها عربيتكم هل تتخيلون هذا الأمر؟ ثلاثون مليون في الشهر نفس هذه المجموعة الصغيرة من الناس له مجلة أخرى اسمها أويك استيقظ استيقظ كما يقول الله سمعني يا أيها المدسر قم فأنذر هم يقولون استيقظ اترك النوم دعنا نتصفح هنا يقولون لنا إنهم نشروا من هذه المجلة ثلاثة عشر مليونا ومئتين وأربعين ألفا بسبعة وستين لغة تضم لغتكم العربية ولست ناسيا لغتنا لغة الزولو هل يمكن أن تخيلوا هذا؟ هذا العالم الإسلامي بأجمعه لن يستطيع أن يصدر مليون كهذه ثلاثون مليون من هذه مجموعة واحدة فقط ونفس هذه المجموعة الصغيرة من الناس لهم كتاب اسمه الحقيقة قد دال على الحياة الأبدية أصدروا هذا الكتاب في أربعة وتمانين نسخة في خمسة وتزعين لغة هل تستمعون لهذا؟ أربعة وثمانين مليون في خمسة وتزعين لغة هذا كتاب وليس كتيبا ليس كتيبا صغير هذا كتاب فيه مئة واثنان وتسعون صفحة في لغتكم أيضا أيضا عندهم في اللغة العربية مجموعة واحدة صغيرة من الناس وهناك ألف مليون مسيح في العالم في ألف طائعة ومجموعة كل واحدة منها تعمل كل جماعة تعمل الرواد اليام السبعة الشهودية واللوسريون البروتساتيون المرمون الميرونايتس سمهم مشيت هناك ألف طائفة ومجموعة وكلهم يسعون من أجل التنصير إنهم يعملون يعملون ليسوا قلقين على بلادهم بلادهم فيها قد تكون فاسدة حتى النخاء ولكن همهم أنتم لينقذوكم من النار إنهم حريصون أرىهم حريصون استنادا إلى عقدتهم فإنهم يؤمنون يقومون بعمل رائع ولكن المحزن أننا نحن المسلمين قد فشلنا في القيام بواجبنا لقد قدموا الإنجيل بألفين لغة مختلفة ألفين لغة مختلفة حتى الآن ألفين وللعرب قدموا أحد عشر إنجيلا مختلفة الفهم الذي كان عندي أنه لاك قرآن عربي واحد بلغة العرب كل العرب بالنسبة لي يتكلمون لغة القرآن صوت المسيحيون تفوقوا على هذا أن تجروا العرب بصيغة عربية متعددة هذه لمتعلمية المصريين والسعوديين والكويتيين وأمثالهم ثم عندهم الإنجيل بالعربية ولكن هذا بالخط التونسي هكذا يكتب التونسيون الخط التونسي وعندهم العربي بالخط القرشوني السوري لم أكن أعلم كل هذا وعندهم الخط الجزائري الدارج لغة مختلفة لهجة مختلفة خط مختلف وهنا بالعامية التونسية الجزائر وتونس العامية المصرية لغة الشارع المصري عندهم هذا للتقليديين خرجوا لأزهر وعندهم آخر بلغة الشارع لغة العوام لغة الفلاحين للفلاحين عندهم كتاب مختلف لجعل سهلا لهم وهذا مغربي عامي وفلسطيني لم أكن أعلم كل هذه الفوارق لهجات مختلفة لهجات مختلفة لم أكن أعلم ذلك أظنها كلها واحدة يقولون لا ليست واحدة العربية لجنوب السودان وعامية تونس لغة الشارع أحد عشر إنجيل مختلفا باللغة العربية والتي لا يعلم الإسلام شيئا عنها ماذا يحدث إنهم مسترخون كل شيء كل شيء ليس تمام إنهم يبذلون الجهد بالوصول إليكم أيها العرب العالم العربي معرض لهجوم لا 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 أنتم قانعون الكل قانع إنهم يدبرون خطة زكية يريدون أن تكون عندهم كنائس في كل بلد مسلم حتى مكة والمدينة إقامة إقامة الكنائس في كل بلاد المسلمين خاصة البلاد العربية الآن اهتمامهم مصب على البلاد العربية لأن كسب العربي كسب السعودي أو كسب مواطن إماراتي ليقبل النصرانية مصر الحصول على جوهر نفيسة ليقبل النصرانية الماسة الماسة أما كسب ألف نيجيريا أو عشر ألف فينديا و ألف فينديا وصيني مثل من الفحم إنه رخيص أرخص بكثير من الماس للحصول عليكم أنهم يفعلون أنتم التحدي المسلم هو التحدي وهم يعملون يعملون بجد شديد والمسلم غير مدرك إنه يجلس على صلبه مسترخيا لقد حان الوقت لكي يستيقظ المسيحي إنه في الحقل إنه في الحقل حقل العمل التبشيري النشاط التبشيري أوجد وسائل وسبل للوصول إلى قلب عقل المجتمعات المسلمة ويستخدم تقنيات يقبلها المسلم كتاب كتاب عنوانه شارك المسلم في عقيدتك شارك المسلم في مسيحيتك كيف كيف تصل إليه كيف أنتم حديثه ما يجب عدم الحديث عنه هذا هو السر الذي يعطونه للمبشرين المسيحيين كيف يتحدثون للمسلمين وبذلك هذه بعض الوسائليات التي يستخدمونها فقد أنتجوا هذه الخطوط الجميلة أنا أسميها الطغرة لا أدري ماذا تسمونها خطوط جميلة شبيهة بالخطوط القرآنية وعندما رأيتها لأول مرة بدت لي وكأنها من القرآن الكريم كل شيء يبدو كخط القرآن كل شيء يبدو كالقرآن وأريت هذه لعالم عربي محاضر لا أستطيع أن أسميه ولكن عندما ربط عليه هذه نظر إليها وقال آه آه هذه بالنسبة له وأنها قرآن قبل هذه قرآن ولكن لا نفهم لا نجد هذه في القرآن لا يذكر موضع في القرآن يقول فيه أبانا فهو لهذا يناطح هذه الكلمة أبانا 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 هل هناك شيء من هذا في القرآن هو ليس حافظ هو ليس حافظ الإقرآن ولكن قال لا أعتقد ذلك فقلت له هكذا هذا ليس قرآنا هذا هو الإنجيل المقدس هذا هو الكتاب المقدس كتاب المسيحيين هذا كتاب المسيحيين المقدس كل هذه تمنح للمسلمين مجانا والمسلم المسلم المسكين خاصة غير العربي البنغلدشي الباكستاني الأندونيسي الموليزي النجيري الغاني وفلاح مصر أظن أنهم سوف يقبلونه ويقبلونه ويزينون به جدران بيوتهم وفي بعض المساجد البسيطة عندنا يضعونها في المسجد أيضا يقولون هذه هي قرآنية في جنوب أفريقيا لا ليس في جنوب أفريقيا ولكن في باقي أنحال عالم في ملاوي في تنزانيا في الهند باكستان في الهند باكستان هناك ملايين المسلمين سوف يقبلون هذا على أنه القرآن يقبلونه ويضعونه على الجدار هذه واحدة من الوسائل إنهم يعرفون كيف يصطدون السمك ويعرفون ما يحبه السمك السمك الذي هو المسلمون أترى هناك أمريكي فيلسوف يقول أنني أحب الفراولة مع الكريمة كحلوة أحب الفراولة مع القشدة كحلوة ولكني عندما أسهب للصيد أضع عدودة أتدري لماذا ذلك لأن السمك يحب الديدان وهذه السمكة السمكة المسلمة هذا هو الطريق الذي يصطع به السمك أنظر هذا إنهم يقدمون لك رزنامة لمدة عامين مجانا جميلة لقد عرضت هذه على الشيخ عربي عرضت عليه هذه على الشيخ عربي فقال الله محمد قلت يا أخي أنظر أنظر بتفحص قال الله محمد قلت أنظر بدقة يا شيخ عند إذن قال الله محبة الشيخ العرب يقع في الشباك ماذا عن البنغلاديش المسكين أو الهندي أو الغاني أو النجيري تبدو كأنها الله محمد إنهم يصطدون المسلمين إنهم يعطون على أطفالنا ملصقات ملصقات لإلصاقها في كتبهم أبنا والمسلم يصدون في البداية أنها ربنا آتنا في الدنيا حسنة هكذا يفكر العقل البشري نحن لا نقرأ حقا ولكن أقترح شيئا فنقرأ ما في عقولنا استياد المسلمين استياد المسلمين استياد المسلمين الكتاب الكتاب يهم بذلك الكتاب لا ريب فيه خذى للمتقين هذا ما تظنه لكن لا إن هذا يتكلم على الكتاب المقدس إنهم يعرضون عليك تدريبا إنجليا مجانيا هنا نرى مسلم يبدو كسوداني أو غاني مسلم يجلس على الأرض وهو يسبح يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله وكتب في الأعلى هنا أن الله يبشرك أن الله يبشرك بكلمة منه يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح إيسابن مريم مكتوبة بالعربية تمنح المسلم مجانا أمام المسجد مجانا فكل مسلم يتسلمها يرى الآية يقبل الكتاب يحملها لداري ويضعها بجانب مصحفي هذه دعاية مسيحية هنا هنا كتاب هنا لماذا صرت مسيحيا كتبه سلطان محمد بول سلطان محمد ولكنه الآن صار بول وتتفاعل ولكن عندما تفتح الكتاب تجد في الداخل آية من القرآن آية من القرآن لاستياذ المسلمين عندما ترى آية من القرآن تلقائيا تقبلها هكذا ذربنا هذه عادة حرصنا عليها عندما نرى كلام الله نقبله كلام الله وإذا وما ستفعل به الآن إن هذه آية مسيحية هل تقطعها؟ لا كلام الله فيها هل تحرقها؟ لا كلام الله فيها ثم تضحى بجانب القرآن ثعبان في البيت والآن أنت تحمي ثعبان من الدمار هذا أسلوب سايكولوجي متفوق وهذا آخر كيف نصلي إنت جميل حرير حرير كيف نصلي مخملي إنه سفرية من صلاتنا إنك لا تقره ولكنك لا تملك إلا أن تقرأه إنه منتج جميل إنهم يعملون 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 كل هذه هنا هذه هنا ولو أخذت الواحدة تلو الأخرى هذا شخص مصدر التطمين الطريق إلى الضمان هذا الشخص هندي اسمه كيكة علوي ويبدو لكل مسلم كمسلم ودي كمسلم أكثر من شريكي في هذا الحوار ليس حليقا هذا الشخص هنا لحية معتبرة وزلفة وشعر طويل عند الرقبة ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له زلفة والآن في الحرير وبالعربية والإنجليزية إن كنت لا تعرف الإنجليزية عندهم لك بالعربية وهم مجانا بكشيش كل هذا ممنوح لكم بكشيش بكشيش هدية هذه كلها معطالكم لاستيادكم كالسمك يا مسلمين والآن ما هو الرد على كل هذا اسمح لي إن كنت سأتكلم عن نفسي كل ما أقوم به وكل ذلك تقول أنني أعزف مزماري الخاص أريد أن يعرفني الناس والله لا أحتاج ذلك محلولا أحتاج ذلك أنا برقت السادس والسبعين ولا أبحث عن زوجة جديدة والحمد لله فقط هباني الله بالكسية فعندي راتبي وأعيش عليه باكتفاء جيد ولا أحتاج لشيء ماذا أبيع أنا لا أبيع أي من كتب للربح لقد وزعت ملايين كتب بالمجان ليس هناك حقوق نشر على كتبي ولا حقوق نشر على شرطة الفيديو فلماذا لا تنتجوا وتبيعوا وتكسبوا المال الوفير ماذا أريد أريد أن أروضج نفسي ماذا أريد أن أحرز ولكن الشهادة الحقيقية تأتي من العدو عندما يقول العدو انتبه لدي ذات فعليك بالاستماع إليه لا تستمع إليه هنا كتاب طبيعة في جنوب أفريقيا التحدي الإسلامي في جنوب أفريقيا كتبهم مبشرون مسيحيون تحدي الإسلام في جنوب أفريقيا المسلم يتحدى والمسلم تحدي لأنهم حاولوا وحاولوا لكنهم لمجحوا للدرجة التي يريدون ليس بالدرجة التي نصروا بها الهندوس أو نصروا بها عداهم ولكن لا يستطيعون تنصير الكثيرين من المسلمين لذا فالمسلم تحدي عندما تقرأ هذا الكتاب فإنه يستخدم اسم أحمد دي دات أكثر مما يستعمل اسم ربه عيسى المسيح في هذا الكتاب أحمد دي دات أحمد دي دات إنه العدو الأكبر إنه العقبة هناك آخر أكثر إحسانا من كنيسة المعمدانية الأمريكية عندهم أكثر من أربعة ألاف مبشر في كل أنحال عالم الصليبيون مجاهدون مسيحيين عندهم مجلة اسمها كوميشن أرسلوا مراسلا صحفيا لجنوب أفريقيا ليبحث ما يفعله المسلمون في جنوب أفريقيا وزاروا مكتبي في غيابي وحتى لو كنت هناك لما اعترفت لقد جاءوا لي يتحققوا ماذا نفعل كيف نفعل ما نفعل وكتبوا مقالا كتبوا مقالا عنوان المقال جنوب أفريقيا المدافع عن الإسلام هكذا يسمونني المسلم يقول أنني أبحث عن المشاكل والمسيحي يعترف لي كمدافع عن الإسلام والعمل الذي أنجزه يقولون عنه أنه على على كل من يقوم بأي عمل تبشيري في أفريقيا إذا أردت أن تعمل أي عمل تبشيري في أفريقيا فعليك بالتعرف على عمال أحمد دي دات قبل أن تبدأ عملك التبشيري فلابد أن تتعود على كل من يريد أن يقوم بأي عمل فعال في أفريقيا يتحتم عليه أن يقرأ ويتعود على أحمد دي دات هذه شهادة خلع علي العدو لا بد من إجازة أحمد دي هذه شهادة العدو لا بد من إجازة أعمال أحمد دي دات ماذا يفعل أحمد دي دات إنه يجيب على كل ذلك بكتيبات كهذه ولكن دعني أعطيك مزيدا كما تعلم أن الله تعالى يتحدى البشرية في القرآن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا لن يتمكنوا أبدا من أن يأتوا بمثل هذا ولو ساندوا بعضهم البعض هذا التحدي ظل قائما لألف وأربعمائة عام ولكن أبناء عمومتنا المسيحيون العرب لا يستسلمون يقولون لا 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 سوف نتقبل التحدي وننتج شيئا إنه بالعربية محمد كان أميا إن كانوا قد فعل هذا ونحن متعلمون بين العرب ونعرف العربية خيرا منه وخيرا من المسلمين العرب نحن نستطيع أن نبتدع واحدا وهكذا ابتدعوا للرد على تحدي القرآن هنا نقرأ في هذا الكتاب كتاب اسمه سيرة المسيح بلسان عربي فصيح هذا ما يدعونه طبيعة في القبص ويستخدمون هذا أنظر الشكل القطع الشكل القرآن ولمجرد التغيير لذك أنت أنت أريدك أنت أن تقرأه لمشاهدين أريدك أن تقرأه هنا لأنها لغتك أريدك أن تبدأ كالعادة من الأعلى وأقرأه كأنك تقرأ القرآن حاول تظاهر أن هذا هو القرآن وأنت تقرأه بنفس الطريقة القرآنية أريدك أن تقرأه باب السكينة 27 باب السكينة مقدسي لماذا مقدسي؟ يجوز 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 حسنا 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 إنهم يهمون بأن المسلم يعرف أن الصور إما مكية أو مدنية مكية مدنية ولكن ليس كل إنسان متعلما 90% من مسلم العالم ليسوا عربا وعندما يسمعون مكية مدنية يجوز أن نبينا الكريم عندما أخذ أخذ لرحلة المعراج إلى بيت المقدس وأما الأنبياء في الصلاة وربما جاء بعض الوحي هناك وقد تجاهنا تجاهنا هذه الآية من 114 سورة بصورة ربما سورة نزلت منه في بيت المقدس والآن قبله مقدسي أبدأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم أي اعتراض؟ هل يبدو هذا مثل القرآن؟ هل يبدو كأنه القرآن؟ إنه يهمك أنه يمكن أن يأتي بشيء مثل القرآن وللمسلم الآمن الأمي يقول اسمعي هذا بسم الله الرحمن الرحيم هل يبدو هذا كالقرآن؟ يقول نعم وصل القرآن قل يا أيها الذين آمنوا يقول استمع 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 استعمل هذا يا أيها الذين آمنوا هل يبدو كأنه القرآن؟ هل يبدو كأنه القرآن؟ إن كنتم تؤمنون بالله حقا إن كنتم تؤمنون بالله حقا هل هو كالقرآن؟ الآن عندما يتلى هذا من راديو مونتي كارلو كعبد الباصد عبد الصمد إنهم فنانون يستطيعون تلاوتهم مثل عبد الباصد عبد الصمد وعندما تسمحه تقول هذا عبد الباصد عبد الصمد؟ تقول الرجل توفاه الله ربما هذا تسجيل صوتي نعم وأنت تسمع ها 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 واصل القراءة لا لا بعض الكلمات أكثر إنهم بالله حقا فآمنوا بي ولا تخافوا إن لكم عند الله جنات نزلة هذا يكفي لا واصل واصل فلا أسبقنكم إلى الله لأعدها لكم ثم لآتينكم نزلة أخرى وإنكم لتعرفون السبيل إلى قبلتي العليا فقال له توما الحواري مولانا إنا لا نملك من ذلك علما هذا كافي بالنسبة لك أنت العربي المثقف تستطيع أن ترى أن ذلك كله مضحك لقد سرقوا من القرآن بعض العبارات والجمل ليبدو كأنه القرآن ولكن بالنسبة للأميين 90% من المسلمين في العالم حينما يقرأ كالقرآن يبدو كالقرآن كما ترى تقول لا يستطيعون أن يأتوا بمثله لقد أتوا بمثله أقبل هذا الآن هذه كلمة الله ولكن ما الرد على كل هذا لقد كتبت كتابا اسمه الخيار الاختيار بين الإسلام والنصرانيين وهذا الذي قرأته الآن قد أعيد طبعه هنا في نهاية هذا الكتاب أعيد طبعه هنا ورددنا على ذلك كيف نتفاعل مع كل هذا وفي هذا الكتاب فقد استخدمنا محكم كلام الله يقول يا أهل الكتاب يقول أدعي إلى سبيل ربك بالحكمة استعملنا تلك الحكمة في توصيل رسالة الإسلام كل هذه الدعاية النصرانية كيف ترد عليها وكيف تستخدم كتابه ضده دليله ضده ثم سمحنا لأنفسنا برساله إلى كل شيخ من شوخ الولايات المتحدة الأمريكية حتى الرئيس بيل كلينتون وهذا هو رد الفعل الذي تلقيناه هذا هو رد الفعل الذي تلقيناه من أمريكا على كتابنا تقول هنا ممثلي الشعب واشنطن دي سي شكرا لك لإرسالك لنا كتابة أني أعترف بأنني لا أعرف الكثير عن الدين الإسلامي ولهذا أنول إطلاع على كتابك شكرا للمرة أخرى لتفكيرك بي من مخلصكم التالي مكتب مساعد وزير الدفاع خطاب مطول مطول شكرا متمرات المتحدة الأمريكية مجلس ممثلي الشعب تقريض جميل خطابات 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 شكرا شكرا كأنهم يعرفون ما بدأ لإن شكرتم لا أزيدنكم هم لا يعرفون القرآن ولكنهم يعلمون السايكولوجي بأنك لو شكرت فإن الله يزيدك شكرا 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 لغا تفعلوا ذلك هذا من زوجة بيل كلينتون أرسلت إلينا رقعة بريدية رقعة جميلة قصيرة مختصرة تقول فيها أنا إن هديتكم المعتبرة تعني الكثير لي شكرا لكم لتذكركم لي بهذه الطريقة الخاصة هالي رودهان كلينتون الآن هذه هي الطريقة ادعو لي سبيل ربك بالحكمة والموعزة الحسنة علينا بنشر هذا الكتاب لقد طبعنا حتى الآن مئة ألف نسخة والآن نطبع ثلاثمائة ألف ثلاثمائة ألف نريد أن نرى كل مسلم عنده نسخة من هذا الكتاب ليسلح نفسه بهذه المعرفة ويقدمها لأصدقائه لمخدوميه المسيحيين أو أرباب عملي أو مخدمي قد تكون عند خادمة فلبينية أقول اعطيها إياه عند خادمة سيرلنكية تعمل في بيتك أعطيها إياه وهناك فتاة إندوسية تعمل لديك أقول أعطيها إياه إذا كنت تقرأ أو لا تقرأ إذا كانت تقرأ أو لا تقرأ اعطيها قدمه لأه هذا الكتاب هنا متوفر في أبو ظبي ثمن النسخة خمسة دراهم غلاب سميك مكتوب بماء الذهب مئتان وثلاثون صفحة خمسة دراهم وتعرف قيمة هذا لو عرفت أن هذه الرقعة اشتريت من أبو ظبي هذا الصباح رقعة معايدة هذه الرقعة ثمن وخمسة دراهم وخمسون فلسن خمسون درهما خمسون فلسن أكثر للرقعة هذه خمسة دراهم وخمسون فلسن ثمن هذه خمسة دراهم فقط مئتان وثلاثون صفحة غلاب سميك خط الزهب أقول أعطي هذا لابن بلدك قل له عيد ميلاد سعيد نسبة جيدة بأي عذر أي عذر سيأتي العيد أعطيه كهدية أقول هكذا تكون مرتبطة لعمل الدعوة بطريقتك البسيطة الخاصة وهذا هو اقتراحي المتواضع البسيط للجميع أقول أن من أهم الأسباب لما نفتخده أسأل ماذا نفتخد كما ترى المسيحي المسيحي إن عند المسيحي من هاج ونحن في دار علومنا في الهند في الباكستان أم القرى جامعة المدينة العين كل أنحاء العالم الإسلامي كل جامعة إسلامية حتى الأسهر كم لغة يدرسون العربية ولغة أجنبية يجوز يجوز في بعض الجامعات الإنجليزية يجوز في بعض الجامعات الفرنسية واحدة أو سنتان السبب السبب لكن الهدف هو تخريج مشايخ وأئمة ليأم الناس في الصلاة يقول العالم الإسلامي يحتاج لأناس أئمة 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 لإلقاء الخطب ولهذا فنحن ندرب الشخص ليكون إماما ويلقي خطبة إنكم لا تدربون دعاة لهذا لا تحتاجون للغة أخرى الآن في أمريكا هناك مجموعة أخرى صغيرة من المسيحيين يسمون أنفسهم المرمون يقول عندهم كنيسة في دبي ويوزعون مجلتهم في الفنادب تجدها في كل غرفة فيها الأشياء المهمة في الإمارات ستجد الكنائس كنائس وتجد كنيسة المرمون هناك في دبي مرمون هؤلاء المرمون مقرهم في سولتليك سيتي في مدينة البحيرة المالحة في أمريكا في جامعاتهم يدرسون 38 لغة هل أنتم منصطون هل أنتم منصطون 38 لغة ماذا يفعل الأمريكي بـ 38 لغة في كل جامعات العالم يدرسونها واحدة أو سنتان واحدة أو سنتان واحدة أو سنتان في جامعاتهم هذه يدرسونها 38 لماذا 38 يدربون الناس إن لهم رسالة في نظهم كل مربون يكرس عامين من حياته للدعوة من غير أجر من غير أجر إطلاقا عاماني من حياته نحن مفروض أن ندفع 2.5% من سروتنا 2.5% من وقتنا ولكنهم على استعداد لبزل عامين من حياتهم من إنشاط التفشير ويسألون على مستوى الجامعة ويسألون على مستوى الجامعة عندما تداحلون أين تذهبون للعمل التفشيري الجواب مثلا إسابل أفريقيا أي أفريقيا أفريقيا قارة متسع يسألوا أي لغة تريد أن تتعلم أي مجموعة سكانية هناك مجموعات كثيرة في جنوب أفريقيا هل تعلم هناك 11 لغة في جنوب أفريقيا اليوم لغة رسمية في جنوب أفريقيا 11 لغة إنجليزية أفريكان زولو أكسونا شوانا إنشونجا 11 لغة أي لغة يقول حسنا أعتقد أنني سوف أحدث الأفريكان الحكام حسنا إذن تعلم الأفريكان فإذا قال وريد التحدث للزولو يقولون حسنا تعلم لغة الزولو هل تسبب لباكستان تعلم الأردو هل تسبب لأندونيس تعلم الأندونسية هل تسبب ماليسيا تعلم الماليسية 38 لغة مختلفة يتعلمونها لأن عندهم هدف نحن ليس عندنا هدف نحن نتعلم العربية فقط لأنه للقيام بالصلاوة أم الناس وتخطب الجمعة لا تحتاج للغة أخرى هم هنالك يؤدون واجبهم الذين يدربون قومهم من أجله نحن لسنا هناك لنؤدي أي وظيفة أي عمل دعوة إنها ليست جزء من مقرراتنا هذا ما نفتكر إليه نحن بحاجة للديانات المقارنة كيف نتكلم عن يهودي بالحكمة كيف نتكلم عن نصارى بالحكمة كيف نكلم الهندوس بالحكمة كيف نكلم الملحد بالحكمة هذا ما نحتاجه إليه هذا ما نفتكر إليه وهذا ما لا يفطل إليه علماؤنا في كل أنحاء العالم في مؤسسة التعليمية ليس هذا هو حمنا معنى هذا أن الدعاة في العالم الإسلامي الذين يتخرجون من الجامعات حتى الجامعات الدينية غير مؤهلين للدعوة في الأوساط غير المسلمين وربما أيضا حتى في أوساط المسلمين في بلدانهم أيضا إذا كان الأمر يقتصر على الصلاة يعني أنه يؤم الجماعة في الصلاة أو يخطب الجمعة أو كلا ماذا تقترح بالنسبة لهذا وما هي المؤهلات ما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر في الداعية المعاصر في العصر الحديث كيف نعد هذا الداعية سواء ليقوم بالدعوة في مجتمعه المسلم أو ليقوم بالدعوة خارج العالم الإسلامي في بلادي غير المسلمين كما تعلم لقد كنت أعقد فصولا لتدريب الشباب وعرضت خدماتي للجامعات المسلمين في العالم فأنا لهذا على استعداد الحضور وقضاء 13 معكم مجانا على نفقتين لتدريب طلابكم كيفية الاستجابة والمواجهة للعروض المسيحية خاصة أولئك الذين يذهبون عبر البحار لدراسات عليا لأنه كلما ذهب أبناؤنا للدراسات العليا إلى بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا فإن الناس هناك في انتظار أبنائنا لأن هؤلاء الناس يتكلمون لغاتهم بالفعل ولا يحتاجون للتعلم لغاتهم الأصلية ويمكنك العمل من منطلق البلد كقاعدة والناس يمكن أن لا يحتاجون لذلك في بلادهم ونحن نجلس مصرنا مثل الأهداف الثابتة ولهذا فإني أقدم خدماتي في المملكة العربية السعودية قدمت دروس لتدريب الناس الزاهبين عبر البحار للدراسات العليا أقول لهم أتقنوا هذه الوسائل وأعطيهم ما نسميه تدريب مكسف لمدة ساعتين ساعتان فقط وساعتان مرة في العمر لا أقول تدريب لأربعين يوما أو أربعة أشهر أو ساعتان فقط وأضعه على الجادة أسلحه بالوسيلة التي موجودة في كتب المسيحيين وكيفية استخدامها كيفية استخدام كتبهم لنشر أفكارنا قل هاتوا برهانكم بالحكمة هذا عرضي للمسلمين في العالم الهند والباكستان الجامعات الإسلامية العربية السعودية الإمارات الكويت البحرين أينما يكون المسلمون تركيا إذا طلبوني فأنا مستعد لأولبي طلبهم ما أعطاني الله القوى للقيام بهذا العمل وأنا مستعد لقيام بهذا العمل مجانا لأي جامع إسلامية في العالم وعلى استعداد لبذل بعض الوقت لعلمهم هذه الطرق التي توصلت إليها لأن هذه الأشياء لا توجد في الكتب لا تجدها في الكتب تقرأ كتبا وكتبا ولكنك لا تعرف كيف تقوم بالعمل لتطبق ما قرأت أنا أعلمك كيف تطبقها هذا هو عرضي على العالم الإسلامي أنا على استعداد للذهاب لأي بلد في العالم لقيام بهذه المهمة مهمتي لتدريب الناس على كيفية مكافحة نشاط المبشرين عودة مرة أخرى إلى السؤال الذي سبق أن طرحنا ما هي المؤهلات والمواصفات التي يجب أن تتوفر في الداعية المسلم للدعوة بين غير المسلمين يعني هل فقط يقتصر الأمر على اتباع المنهج الذي تتبعه وأنك يعني تقوم بتعليم البعض ثم البعض يعلم الآخرين وهكذا أم أن هناك مواصفات معينة يجب أن تهتم بها كليات الدعوة كما تعلم أنه عالم تخصصات هناك أشياء كثيرة مطلوبة لتكون متكلما لتكون محاضرا لتكون مهندسا كل شيء له متطلباته ولكني أطلب أدنى حد من المتطلبات الذي يحتاجه الفرد في تلك البيئة التي يسأل فيها المبشر المسيحي أسئلة مثل أن تبه أن تبه المسيح مات من أجل خطايا من مات من أجل خياط الذي يقوله أن الإسلام دين شرس جدا وإله الإسلام قاس جدا متعطش للدماء لبعض التجاوزات يقطع يد الإنسان وللجرائم أخرى معينة يقطع رأسه ولكن إلهنا إله رحيم إنه محب في السماء الآن كيف تستجيب لهذا هذه هي طريقتي أن أعلم الإنسان كيفية الاستجابة لهذه المشاكل ما عدا هذا فالتأهيل المطلوب لمن هو داعي النبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية بلغوا الرسالة عني حتى ولو كانت آية واحدة هذا كل ما هناك إذا كنت تعرف حقيقة واحدة أقتسمها والسر المعرفة في هذا لو بدأت اقتسام تلك الحقيقة الوحيدة التي تعرفها فسوف يزيدك الله حقائق أخرى لنشر الدعوة الإسلامية وهكذا تزداد معرفتك هذا أمر تلقائي ولكني أعطي أقل المطلوب عن كيفية البداية في هذا الحق وأترك الجندي لدربتي عليه بالدراسة إذا أراد على الأقل تستطيع حماية نفسك إن الشخص الذي يتلقى عن التدريب لا يمكن أن يفتن في دينه لا يمكن أن يصير مرتدا إلى من أجل امرأة أو من أجل المال الكتاب لا يمكن أن يفتنه الفلسفة واللهوت لا يمكن أن تفتنه إذا استوعب تدريبي لمدة ساعتين لا يمكن أن يكون مرتدا هذا ما أحققه ننتقل إلى نقطة أخرى وهي تتعلق موضوع الدعوة والداعية وسائل الإعلام أو الاتصال الجماهير الحديثة المتوفرة الآن في العصر الحديث ألا ترى ضرورة لأن نبدأ فعلا في العالم العربي والإسلامي أن نوظفها في خدمة الدعوة الإسلامية التوظيف الأمثل سواء في الداخل أو في الخارج بالنسبة لغير المسلمين خاصة أن لدينا إمكانيات الشرائط المسجلة سواء كانت هذه الشرائط صوتية أم مرعية ولدينا الراديو والتلفزيون ولدينا الآن محطات فضائية عبر الأقمر الصناعية ألا ترى شيخ أحمد أن علينا واجبا أن نستخدم هذه الوسائل وأسالبها وتقنيتها الحديثة في الدعوة وتبليغ هذه الدعوة الإسلامية إلى العالم أجمع وبخاصة إلى غير المسلمين أو على الأقل نوجهها إلى الأقليات المسلمة التي تعيش في الغرب أو في آسيا أو في أفريقيا لنحافظ على إسلام الأجيال التي تولد هناك في بيئة وجو غير إسلام أعتقد أن التلفزيون أبو ظبي قد أعطانا بداية طيبة بعد مناظرتي مع جيمي سواجرت استطاع تلفزيون أبو ظبي أن يعيد بث هذه المناظرة ناطقة باللغة العربية وقاموا بإرسالها باللغة الإنجليزية والعربية فيما بعد أعادوا بثها باللغة الإنجليزية كل المناظرة بالعربية أيضا هذا العمل كما أرى يجب أن يكون مثلا تحتزيه كل الدول الإسلامية في تلك البلاد مبشرون نصارى ومستوظفون نصارى يعملون هناك ليس هناك وسيلة لنشر الدعوة دعوة الإسلام خيرا من وسائل الترفيه مناظرات هذه إنها نوع من الترفيه وكنجوم ترفيه نبلغ الرسالة وأنا على يقين أنها كانت نجاحا باهرا في الإمارات العربية المتحدة وقرأت في ذلك الوقت مقالا عن تلفزيون أبو ظبي أنه تفوق على كل محطات التلفزيون في الشرق الأوسط عليها كلها كان المحط الأولى تلفزيون أبو ظبي عملوا ذلك ولكن بعد ذلك هدأت الأمور ولكني أحس أن ذلك يجب أن يجاري تلفزيون البحرين والكويت والتلفزيون السعودي لماذا ليس كل التلفزيونات في العالم المادة متوفرة ومادة مثيرة وممتعة يستمع إليها المسلم والمسيحي يمكن أيضا استمتع بها من الجهتين ليس من جهة واحدة من جهة واحدة يقول عيسى ليس إلها فيقول أنتم تهاجمون ديانتي يقول المسيح لم يصلب يقول تهاجمون ديانتي مرة أخرى أنظر هنا متحاوران أحدهم مع الأمر والآخر ضده وأنت تستمع إلى الطرفين وتكون رأيك الخاص وتستمع وتتعلم وبالنسبة لي فإن هذا أحد حقول العمل ليس هناك حق طبع على شرائطي وأنا على استعداد لمساعدة كل محطات التلفزيون في العالم بالنسخ الأصلية مجانا مجانا ولا أدري ماذا يمكن أن أفعل أكثر من ذلك إن كتاباتي مجانية ليس على كتابات حقوق طبع شرائط الفيديو ليس عليها حقوق طبع ليس لدي حقوق طبع على نفسي كل ما أنتجوا كله لكم بالكامل خذوه واستخدموه هذا ما يمكن أن أفعله أقصى ما يمكن ولكن الفكرة جيدة يمكن شراء الوقت إذا توفرت المعدات في بلاد المسلمين المختلفة كباكستان بانجلديش وكل بلاد المسلمين مصر المغرب الجزائر ليبيا لماذا لا تستخدموا ما هو متففر بالفعل وهو ممتع مجانا يمكن لأنه مجانا الناس لا يستخدمونه لأنه مجانا فإذا وضعت عليه رسوما فقد يرغبون بشرائه عندئذ ولكني لا أستطيع البيع الآن لست للبيع في السوق الآن أنا هنا لخدمة الإسلام والناس هنا يمكن والناس هنا يمكن أن يستنتفعوا بي يجب أن ينتفعوا بي من الإسلام أنا خادمكم دعنا شيخ أحمد ننتقل إلى موضوعات أخرى والحقيقة أنا الموضوعات التي سأترحى عليك الآن أنا أتصور أنها في ذهن الجمهور الذي يشاهدنا وأنه لو كانوا بيننا وبين الجمهور اتصال مباشر كانت سترد إليك في شكل أسئلة لتجيب على الموضوع الأول الذي أتصور أن الكثيرين يتقون إلى سماع وجهة نظرك وبحوثك حوله هو المسلمون يؤمنون بالكتب السماوية التوراة والزبور والإنجيل وبالطبع القرآن الكريم والمسلمون ينكرون البايبل الكتاب المقدس الموجود الآن والمطروح سواء كانت النسخ التي أعلمتنا عنها وبصرتنا بها لكنهم ينكرون ذلك أين أين إذن نحن كمسلمين نجد التوراة والزبور والإنجيل وهي الكتب التي نؤمن بها كمسلمين أين نجدها كما تعلم نحن مسلمون نحن ندعي أننا نؤمن بالكتب السماوية الأربعة التوراة الزبور الإنجيل والفرقان الفرقان هو القرآن نحن نؤمن بهذه الكتب السماوية الأربعة إننا نسأل أولئك الذين يدعون أن عندهم هذه الكتب إن اليهود والنصارى معا عندهم هذه الكتب عندهم هذا الكتب المسمى الكتب المقدس هذا الكتب المقدس الذي هكذا يترجم هذا ما يقولونه في الإنجيل بالعربية عندهم العنوان الكتب المقدس لا نسميه التوراة أو الزبور أو الإنجيل نقول فقط الكتب المقدس ثم قسموا هذا الكتب المقدس إلى قسمين واثنين يسمونه العهد القديم كتاب العهد القديم والعهد الجديد العهد القديم والعهد الجديد العهد القديم والعهد الجديد وأقول للمسلمين في العالم تقيدوا بما يسمونه هم هم يقولون العهد القديم فقولوا العهد القديم هم يقولون العهد الجديد قولوا العهد الجديد إنهم لا يقولون هذه التوراة لا يقولون الزبور لا يقولون الإنجيل فلماذا تقولون الإنجيل والتوراة والزبور لماذا لماذا تستغفلون أنفسكم والآن ماذا عن هذا الكتاب في هذه الحالة ماذا عن هذا الكتاب فنحن كمسلمين ما فعلت أنا في دراساتي فإني أجد في هذا الكتاب كلمات يمكن أن تسند إلى الله كلمات الله يمكن أن تجدها في الكتاب ويمكن إعطائك أمثلة ويمكن أن أبين لك في الكتاب أيضا كلمات تبدو كأنها كلمات نبي الله وأعطيك أمثلة على ذلك وفي الكتاب يمكن أن أريك كلمات أخرى شواهد على قول من رأى أو من سمع أو من نقل إليه القول هناك ثلاثة أنواع من الشواهد القولية في هذا الكتاب وأي شخص عادي لا يجب أن تكون لاهوتيا لا يشترط أن تكون لاهوتيا لا يجب أن تكون حبرا أو ديدي أو ديديا تتمكن من التعرف على تلك الشواهد الثلاثة في البايبل كلمة الله مختلفة كلمة النبي مختلفة كلمة المؤرخ أيضا مختلفة الآن نحن في الإسلام عندنا شيء مشابه هذا النوع من الشواهد عندنا كلام الله في القرآن العظيم كلام الله فقط هذا ليس سجل حياة محمد صلى الله عليه وسلم لأنها لا تكلمنا عن اسم أبيه أو اسم أمه لا تكلمنا أين ولد أو أين توفى ولا تخبرنا بأسماء صحابتي أو أسماء زوجاتي أو بناتي كتاب مذهل لأن هذا ليس كتاب سيرة محمد هذا كلام الله فقط ما عنظر الله موجود هنا ثم هناك كل تفاصيل حياة الرسول نعلم كم عدد شعراته البيض نعلم أي عرق يضرب فيه عند الغضب أو الرضا نعلم أي ثنيتيه كسرت في أحد نعلم أدق دقائق حياته نعلم عن دقائق حياته الخاصة أكثر مما نعرف عن حياة أبائنا وأمهاتنا عندنا هذه المعرفة ولكنها ليست في هذا الكتاب ليست في القرآن إنها في كتاب آخر كتاب الحديث كتاب الحديث السنة تعطينا كل ذلك كلام الله لوحده كلام النبي لوحده وهناك كلام مؤرخينا الإمام الغزالي ابن تيمية الإمام السنة الإمام أبو حنيفة إلى آخر إلى آخر مرة أخرى كتب مختلفة القرآن منفصل الحديث منفصل وكتب علمائنا منفصلة وهناك شاهد الرابع ألف ليلة وليلة الليالي العربية وهي أقاصيس كانت تحكى في حلقات السمر قبل الإسلام بين العرب هناك كتاب منفصل اسمه ألف ليلة وليلة كل هذه الأربعة لنا نتعامل معه على نفس المستوى القرآن كلام الله منفصل كلام النبي منفصل كلام المؤرخين منفصل وألف ليلة وليلة منفصل أما في حالة اليهود والنصارى فلم يكونوا هكذا محظوظين فعندهم كلام الله في الكتاب كلام الأنبياء في نفس الكتاب أو كلام المؤرخ في نفس الكتاب وألف ليلة وليلة في نفس الكتاب ألف ليلة وليلة أيضا في نفس الكتاب ولهذا فعندهم مشكلة لهذا يقول الله عنهم فهو الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ليحصلوا به على بعض الكسب وويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون أي أن لهم الويل مما يكتبون ومما يكسبون بعبارة أخرى هذا هو الوضع وهكذا نتعامل معه نقول هذا كلام نبي الله كما نجيته إن حضرة سيدنا موسى عليه السلام تنبأ بظهور نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وكما يقول القرآن الكريم ويؤكد البايبل عندما يؤكد لا مشكلة الله يقول قل أرأيتم إن كائنا من عندي لا أي ألا يدركون أن هذا القرآن من عندي الله وكفرتم به أي كذبتموه وشهد شاهد من بني إسرائيل على من بإسرائيل على مثله أي شهد شاهد من بني إسرائيل تنبأ بظهور نبي مثله واطرح هذا السؤال على اليهود والنصارى لأنه بالنسبة لليهود والنصارى فكتاب اليهود هنا البايبل المسيحي يحوي البايبل اليهودي فاليهودي أيضا مشمول في هذا الكتاب وهكذا يمكن مخاطبة اليهود والنصراني مع أن نقول لهم في كتابكم أخبر الله تعالى نبيه موسى أنه سوف يقيم نبيا آخر مثل موسى عليه السلام من وسط إخوتهم ليس من بينهم ولكن من وسط إخوتهم من هو ذلك النبي؟ يقول ليس هناك شيء من هذا في كتابي أقول له أفتح كتابك سفر التسني الإصحاح الثامن عشر العدد الثامن عشر وقرأه عليه بالإنجليزية إن كنت تعرف الإنجليزية كما أنني تعلمته بالعربية أقول لهم أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك إنني أقرأ سفر التسني الإصحاح الثامن عشر العدد الثامن عشر أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك واجعلوا كلامي في فمي فيكلمهم بكل ما اصيه به ويكون ان الانسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي انا اطالبه الله تعالى يقول انه سوف يقيم لهم من بين اخوتهم نبيا مثلك اي مثل موسى واضعوا كلامي في فمي ويكلمهم بكل ما امره به ويكون العدد التاسع عشر ان الانسان الذي لا يسمع كلامي الذي لا يتكلم به باسمي انا اطالبه اما ذلك النبي اذا لم يتكلم بكلامي فسوف اني سوف اسوي امري معه يحاسبه اطالبه به وفي بايبل الكاثوليك يقول سوف انقب منه كلامي قوي للغاية كلام قوي للغاية ولكن من هو ذلك النبي من يتكلم باسم الله من بعد موسى من اي نبي اي نبي بعد موسى ذلك الذي قال كلام الله كلام قاله من ليس باسم الاب والابن والروح القدس ولكن باسم الله الله سبحانه وتعالى القرآن فقط افتح القرآن امثلة رائعة رائعة في هذا القرآن هذه الترجمة للمعاني لعبدالله يوسف علي في ترتيب متهش كأنه هكذا ليثبت امرا معين لم يكن عنده فكرة لهذا يوسف علي قبل خمسين سنة قبل حوالي ستين سنة مضت لم يكن عنده ادنى فكرة انه سوف يعيننا بحجة لاثبات حجة يقول ذلك النبي سوف يتكلم باسمي واذا لم تسمعوه سوف انقم منكم سوف اعاقبكم وفي ترجمة عبدالله يوسف علي للمعاني 114 سورة ككل مصحف والصورة الاخيرة قصيرة صور قصيرة وفي ترتيبه كل صورة في صفحة منفصلة تبدأ فلنبدأ بالصورة الاخيرة صورة الناس الصورة المئة واربعة عشر تبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الصفحة التالية سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الصفحة الثالثة سورة الاخلاص بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كل صفحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باسم من يتكلم محمد صلى الله عليه وسلم إنه يتكلم بسم الله الرحمن الرحيم هذه النبوءة عندما تحللها تجيتها جزءا من كتاب الاختيار كل هذه الحقائق ذكرت ما عليك إلا أن تقرأ وتقوي إيمانك وتستخدم هذا في كيفية مجادلة اليهود وكيفية مجادلة النصارى مرة أخرى في كتاب النصارى في كتاب العهد الجديد ريسى المسيح تكلم أيضا عن نبينا الكريم في بشارة يحنى الإصحاح السادس عشر العدد السابع لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ولكن إذا ذهبت أرسله إليكم لكني أقول لكم إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ولكن إذا ذهبت أرسله إليكم وتعلمت هذا بلغات مختلفة تعلمته بالزولود تعلمته بالأفريكانس تعلمته بالفرنسية إن هذا يجعل مهمتك سهلة إذا عانيت قليلا ثم قمت بالواجب إنه أمر مسر للغاية لقد قابلت رجلا هنا في هذا الفندق في الطابق السادس وسألته من أين أنت يا سيدي هل أنت من بريطانيا قال لا أنا من فرنسا فقلت له هل تعلم أنني أحاول تعلم لغتك قال حقا قلت أريدك أن تسمعني أتمنى أن لا أفتك بلغتك فعزرني قلت له بالفرنسية نفس النص ففوجئ الرجل فوجئ الرجل ذهل الرجل متهش قال أود أن أراك مرة أخرى قلت أنا هنا في الطابق السادس أي وقت أكون موجودا في الغرفة ستة واحد ثمانية تعالي تراني افتح يا سيمسم افتح الباب الباب مفتوح لك دائما ستحمل مشقة تحمل مشقة الحضور قل هذا المسيح العربي باللغة العربية والبريطانيين بالإنجليزية ولم يتحدثي أي لغة أخرى أحضر الإنجيل بتلك اللغة استخلص النصوص من كتاب الاختيار احفظها باللغة العربية شارك فيها الآخرين هذه هي الوسيلة التي اقترحها على الناس هل نجد التوراة والزبور والإنجيل هل نجدهم أو نجدها في كلمة الرب وكلمة الأنبياء أو كلمة النبي أم نجدها في حديث مان يعني لأن قلت هناك أيضا حديث الرواح أو الهيستوريانز يعني وحديث ألف ليلة وليلة فأين نجد التوراة والإنجيل والزبور كما ترى إننا يجب أن نفهم أنفسنا ماذا تعني هذه الكلمات فهمي هو أننا حينما نقول أننا نؤمن بالتوراة فهذا يعني أننا نؤمن بالوحي الذي أنزله الله على سيدنا موسى كل ما أوحي إليه من الله ونقبل هذا على أنه كلام الله وعندما نقول الزبور يعني هذا لي الوحي المنزل على سيدنا داود عليه السلام ذلك هو الزبور والوحي المنزل على سيدنا عيسى عليه السلام اسمه الإنجيل والآن نسأل اليهود والنصارى هل عندكم أي شيء كتبه سيدنا موسى عليه السلام التوراة التي تلاها وكتبها سيدنا موسى عليه السلام لأن ما يسمونه التوراة الخمس أسفار الأولى من البايبل يسمونها التوراة من يسميها؟ اليهود يسمونها التوراة في تلك الأسفار الخمسة أكثر من سبعمائة مرة تظهر الكلمات قال الرب لموسى وقال موسى للرب قال الرب لموسى وقال موسى للرب بعبارة الأخرى موسى ليس هو المتحدث والله ليس هو المتحدث شخص آخر يقول لك إن هذا هو قول هذا وهذا قول ذاك إذا كان سيدنا موسى والذي كتب هذا لقال الرب قال لي وأنا قلت للرب والرب قال لي وأنا قلت للرب ليس هناك دليل على ذلك مرة أخرى في هذا الكتاب مفروض أن يكون لموسى في سفر التثنية الإصحاح الأخير يتكلم عن موت سيدنا موسى عليه السلام يقول فمات هناك موسى عبد الرب مات موسى عليه السلام بصيغة الفعل الماضي هناك مات موسى في أرض مؤاب ودفنه في الجواء ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم من يكتب هذا حتى هذا اليوم إن من يكتب لا بد أن يكون حيا لأن موسى لم يكتب أنني ميت وموسى كان لن يقرأ هذا من البايبل كما أعرضونه علي موسى كان 120 عام حينما مات ولم تكل عينه ولا ذهبت نظارته أي أنه لو تزوج بنت السادس عشر لوفى حقوقها ما زال قويا وفحلا هل قال موسى ذلك ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مسلم موسى الذي عارفه الرب وجها لوجه هل قال موسى ذلك أقول هذه ليست كلمات موسى عليه السلام في حقيقة الأمر الذي نعلمه الزبور كذلك والإنجيل عندهم الأسفار التي يسمونها العهد الجديد والتي يترجمونها العربية بالإنجيل الكتب كتب معينة العهد الجديد الكتاب الحديث 27 كتابا وفي البايبل الذي عندي في البايبل الذي عندي هذا هنا هذا هنا كل كلمة مفروض أن يكون عيسى مصدرها في السبعة وعشرين كتابا مكتوبة بالأحمر حبر أحمر الحبر الأحمر يعني عيسى كلام عيسى والحبر الأسود يعني كلام الناس كل الحبر الأحمر 90% في السبعة وعشرين كتابا بالحبر الأسود يعني هذا باعترافهم حسب قول فقط 10% من السبعة وعشرين كتابا يزعم أنها كلمات عيسى عيسى أثناء حياته لم يكتب كلمة واحدة لم تكتب في حياته كلمة واحدة ولم يأمر أي أحد ليكتب كلمة ولم تكتب كلمة واحدة والكتب التي عندهم ويسمونها الإنجيل متى إنجيل مرقص إنجيل لوقة إنجيل يوحنى أناجيل أربعة بشارات أربعة أقول نحن نؤمن بإنجيل عيسى قولوا لي قل للمسيحي يقول لي هذا إنجيل متى هذا إنجيل مرقص هذا إنجيل لوقة هذا إنجيل يوحنى حسناً ناخذ بكلامك أنا أؤمن بإنجيل عيسى هل هو عندكم؟ يقول لا هذا ما أؤمن به إذا استطعتم إعطائي إنجيل عيسى عليه السلام أو ممهوراً بتوكيعه أو شهد عليه شخص آخر من الحواريين أو شهد عليه بأن هذا الكلام من ربي عيسى فقد يعني هذا شيئاً لي ولكن ليس عندكم أي شيء من ذلك وهذه البشارة التي كتبوها متى مرقص لوقة يوحنى فيها أربعة وعشرين ألف مخطوط مخطوط قديم ليس من بين الأربعة وعشرين من الأربعة وعشرين ألف إثنتان متطابقان كيف تقول أن هذا كلام الله؟ ليس هناك مخطوطان من الأربعة وعشرين ألفاً متطابقة كلها مختلفاً كيف تقول هذا من عمل عيسى؟ أو هذه تعاليمه؟ وهكذا يقول الله تعالى في القرآن فهؤلاء الذين يكتبون الكتابة بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً هذا عمل تجاري كبير لأنهم عندما أصدروا النسخة القياسية المنقحة للإنجيل أسقطوا بعض هذه الأشياء لأنهم لم يؤمنوا بأنها من كلام الله الثالوس المقدس الموجود في نسخة الملك جيمز وفي نسخة الكسوليك الرومان إنا هناك ولكن في النسخة القياسية المنقحة وكل الترجمات الحديثة فإن نص التثليس أسقط على أنه تزوير هل هذا لإدخال السرر علينا؟ إن الله يخبرنا في القرآن ولا تقولوا ثلاثة لا تقولوا تثليس انتهوا خيراً لكم توقفوا عن هذا القول خيراً لكم إنما الله إله واحد الله واحد ليس ثلاثة في واحد هذا ما أخبرنا الله منذ 1400 عام الآن أسقطوا هذا وألقوا بها بعيداً كنص مزورة أقول لكم تقتربون منا يسوع هو الإبن الوحيد المولود هذه الكلمة الموجودة في يوحنى 3-16 استبعدك في الترجمات الحديثة لإسعادنا؟ لا القرآن يقول كيف يكون لله ولد ولم تكن له صاحبة يقولون الله له ولد الله سبحانه وتعالى يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا إجابة على هذا لقول الله لقد جئتم شيئاً إدّا هذا قزف في الذات الإلهية تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدّا أن دعوا للرحمن ولدا أن يقول أن الله الرحمن له ولد والآن هذا النص يوحنى 3-16 عيسى الابن الوحيد المولود هذه الكلمة المولودة كلمة أسقطت واستبعدت لإسعادنا لإبهاجنا نحن المسلمين لقد ترشفوا الحقيقة علينا أن نريها لهم نقول لهم هلم أنتم في تاريكم إلينا ولكن يجرون أرجو لهم جر هلموا خذوا خطوة طويلة كالتي أخذها آرمسترونغ على القمر خطوة واحدة كالف خطوة من أجل الإنسانية نفس الشيء هلموا دعونا نفكر معاً الله يخبرنا كلموهم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم اتفاق بيننا وبينكم وعند الاتفاق يعطينا الله القواعد الأساسية المنطقية للاتفاق أولا أولا ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله أي لا نعبد غير الله ولا نشرك به شيئاً أي لا نعبد معه أحداً آخر ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ونجعل بعضنا بعضاً آلهة من دون الله فإن تولوا فإن أداروا ظهورهم فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون قلوا لهم بأننا مسلمين الله سبحانه وتعالى يخبرنا كيفية القيام بالعمل كلموهم قلوا لهم تعالوا تعالوا لقد حان الوقت إننا لا نفعل ذلك لقد حان الوقت لأن المسيح يعمل بكل جد دينه ولو الحق في ذلك فهو مخلص إنه مخلص إنه يريد تخلصنا من عذاب جهنم إن واجبنا أن نخلصه من عذاب النار ولهذا فالله يعلمنا كيف نقوم بالمهمة والواجب بالحكمة في القرآن الكريم شيخ أحمد دات كنا نود أن نستمر في الحديث معك أطول وأطول لأستمتع بك المشاهدون أكثر وأكثر لكن لا نريد أن نثقل عليك على أمل أن نلتقي بك مرة أخرى إن شاء الله في دولة الإمارات العربية المتحدة في القريب العجل أنا أيضا سعيد جدا أن أكون معكم وأنا ممتن جدا لشعب الإمارات العربية المتحدة وللسمو الرئيس الشيخ زايد بن سلطان علم بك المشاهدون أكثر وأكثر لكن لا نريد أن نثقل عليك على أمل أن نلتقي بك مرة أخرى إن شاء الله في دولة الإمارات العربية المتحدة في القريب العجل أنا أيضا سعيد جدا أن أكون معكم وأنا ممتن جدا لشعب الإمارات العربية المتحدة ولسمو الرئيس الشيخ زايد بن سلطان علمان لأنه جعل ذلك ممكنا لي الآن يمكن أن أدخل وأخرج كأني مواطن في دولة الإمارات العربية المتحدة كأني مواطن في الماضي كنت أحضر مرة كل ثلاث سنوات ولكن في الثلاث أسابيع الأخيرة حضرت لهذا البلد خرجت وعدت خرجت وعدت لأن عندي إذن دخول متكرر شكرا لسمو الشيخ زايد وللديوان وللتي في الفيزيون أبو ظبي لأني أشعر أنهم فعلوا من أجلي شيئا وضعني على خارطة العالم الإسلامي أن تقوم مناظرتي باللغة العربية التبدل في توجه القلوب انظر إلى حال المسلمين انظر إليهم قال عيسى من ثمارهم تعرفهم هل يجن الرجال التين من العقوب أو العنب من الشوك وقال كل شجرة طيبة تطرح ثمرة طيبة وكل شجرة خبيثة تطرح ثمرة خبيثة هذا هو المحك الثمرة لقد أوجد الإسلام أكبر مجتمع في العالم لا يتعاطى المسكرات يوجد حوالي ألف مليون مسلم في العالم وهم في عمومهم لا يعاقرون المسكرات ولا يشربون الخمر هذه هي الثمرة بني جنسي مثلا وهم أكثر الشعوب عنصرية على وجه الأرض أنتم تعرفون الهندوس في الهند طائفة الهندوس الطبق العليا البرهمية أمتي التي أنحدر منها تجدون أن هذه الأمة التي كانت أكثر الأمم عنصرية تتبدل ولا تفرق بين الأسود والأبيض والغني والفقير فكلهم إخوة لقد تبدلوا ومع كل الدعاوة التي ينادى بها لصالح المسيحي المسيح إيسى يبدل حياة الناس وأن طبيعتك القديمة تخرج منك لتدخل طبيعتك الجليلة فيك فإني أقول انظروا في هذه الأمة الجبارة أمريكا يوجد حسب قول الأخ أحد عشر مليون سكير هكذا يقول أحد عشر مليون سكير وأربعة وأربعون مليون من مدمن الخمور هذه أمتكم والأخ سواجرد لا يجري اختلافا بين الخمسة وخمسين مليون فهو يعتبرهم مدمن خمور أما في الإسلام فلا شرب حتى على سبيل المجاملات الاجتماعية والنبي محمد يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام فلا عذر في قليل أو كثير تحريم كامل والقرآن الكريم يقول يخاطب كل المؤمنين أي كل المشكرات أي القمار والأخ سواجرد في كتابه عن المقامرة يقول إنكم تبددون أربعة وخمسين مليار دولار سنويا في القمار أي قراءة الحظ أي عبادة الأوثان أي عمل مقيت من صنع الشيطان أي آمركم أن تبتعدوا عنه لكي تفلحوا فأفرغت براميل الخمر في شوارع المدينة ولم تملأ بعد ذلك هذه هي الثمرة ثمرة تعاليم الإسلام ولكن ما هي ثمرة ألف عام من الوعظ أنتم لديكم القدرة على صنوع المعجزات المسيح يحيي الموتى ويبرئ المرضى ومحمد لم يستطع وباسم محمد لم يتحقق شيء وأنا أقول لكم إنكم لا تقرؤون الإنجيل قال المسيح سينهض كثيرون يدعون أنهم المسيح وأنهم أنبياء يأتون بآيات وعجائب عظيمة ليضلوا الصفوة لو أمكنهم المسيح الدجال يستطيع تحقيق ذلك المسيح الدجال يستطيع تحقيق المعجزات النبي الكذاب يستطيع تحقيق المعجزات فهل هذا هو الدليل؟ على صدق العقيدة؟ كلا ويقول المسيح عيسى لأولئك الذين يزيفون بتلك المعجزات في إنجيل القديس متى إنه في ذلك اليوم اليوم الآخر يوم القيامة كثيرون سيأتون إلي في ذلك اليوم قائلين يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا أعمالا خارقة كثيرة باسمك باسم عيسى ألم تفعلوا كل هذا؟ باسمك ألم نفعل كل ذلك؟ فيقول نعم ثم يقول إني لم أعرفكم قف اغربوا عن وجهي أيها الآثمون فسروا لي هذا إنه يتحدث عنكم أنتم إنه لن يقول اليهود اغربوا عن وجهي فأنا لا أعرفكم ولن يقول الهندوس أو الملحدين اغربوا عن وجهي بل سيقول لكم أنتم وأريد أن أعرف لماذا يقول لكم إني حتى لا أعرفكم ابتعلوا عني وهكذا فإن المعجزات ليست الدليل وهذا هو يوحنى المعمداني الذي وصفه عيسى بأنه من أعظم الرسل يقول عنه من بين من ولدته من نساء لم يظهر بعد من هو أعظم من يوحنى المعمداني ومع ذلك فإنه لم يأتي بمعجزة هل أتى بواحدة؟ لم يحدث المعجزة إذن ليست الدليل لكن المعجزة الكبرى أن تتحول الأمم وتتبدل أحوالها بدون معجزات إن ألف مليون من البشر لا يتعافون الخمر بفضل تعاليم محمد أولا ذلك لما عرفني العالم العربي اليوم فإن كل طفل مصري يعرفني كل مسلم في كل بلد عربي يوقفني في الطريق لهذا ومن أجل هذا فإني أشكر حكومة الإمارات العربية المتحدة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة وسموه الشيخ زايد لأنه استقبلني بعطف بالغ وترحيب لا أستطيع التعبير عنه والتواضع الجم الذي استقبلني به عندما حاولت الاعتزار له عن شغل لوقته فقال لي إنه من دواء سروره استقبالي وأجلسني عن يمينه ولساعة كاملة بدلنا تناغما ذهنيا وقد تعلمت منهما يساعدني للقيام بعملي من ناحية عقلانية أعطاني أفكارا سوف أطبقها بدأت في تطبيقها بالفعل الحمد لله ولقد طلب مني القيام ببعض الأعمال الخاصة أنا على استعداد للقيام بها لهذا فأنا خادم المسلمين أينما أرادوني وأعتقد أن أبو ظبي ستكون بلدي الثاني لأن عندي إذن دخول متكرر كلما أردت الحضور حضرت وخرجت ليعود مرة أخرى فأنا شاكر لله سبحانه وتعالى وممتن للشيخ زايد وللشعب الإمارات ممتن للشيخ زايد وللشعب الإمارات لجعل حياتي سهلة وميسرة مرحبا بك في أي وقت في دولة الإمارات ومرحبا بك على شهر تلفزيون أبو ظبي ونرجو أن نلتقي بك قريبا جدا أشكرك وأشكرك مرة أخرى باسم المشاهدين وعلى أمل اللقاء مرة أخرى إن شاء الله أستودعك الله أمد الله في عمرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته